احد الأخوة المتدربين يسأل كيفية أضافة الرموز الدينية كعليه السلام وصلى الله عليه وآله وسلم إلى النصوص في مستندات وغرد طبعا توجد الكثير من الخطوط الفونتات التي تحمل الرموز الدينية والرموز الزخرفية ومن أشهر هذه الخطوط والفونتات خط أبوذر وهذا الخط طبعا غير متوفر في برنامج وورد لازم نضيفه للبرنامج وإن شاء الله سوف أرفق لكم هذا الخط في هذه المحاضرة طبعا يكون على شكل ملف ألكتروني أو يكون بشكل حر إذا كان على شكل ملف ألكتروني ممكن نكليك أيمن على الملف ونختار مثلا إكستراكت فايل بعدها تمام أوكي نفتح القفل وراح يفتحنا هذا المجلد وطبعا هذا النية ثلاث ملفات زائدة ثلاث ملفات هذه هي زائدة نجي إلى هذا الخيار اللي هو أبوذر طبعا نضغط عليه كليك أيمن ونختار أنستل بعدها في حال أنه إذا منصب رح يطينا رسالة وإذا ما منصب رح برنامج يضيفنا إياه ويفضل أنه إذا فاتحين ملف فورد نغلق الملف ونفتح ملف فورد جديد الفكرة أنه هذه الرموز هي محفوظة على شكل أحرف إنجليزية يعني لما أجي أنا أغير إلى اللغة الإنجليزية وأختار هذا الفونت اللي هو اسمه أبوذر هذا الفونت اللي هو اسمه أبوذر ولما أجي أكتب إنجليزي مثلا Q رح يطلع لي هذا الرمز مثلا W, E, R وهكذا كل حرف بالإنجليزية مخبأ خلفه رمز من الرموز مثلا أريد أكتب عليه السلام عليه السلام A capital وصلى الله عليه وآله وسلم I small ومثلا قوس فتح للآية الكريمة B capital وقوس إغلاق O capital وهكذا نقدر نضيف الرموز اللي إحنا نريدها ناخذ في المثال حقيقي نقول الإمام علي أريد أضيف عليه السلام أكتب A capital وطبعا في حال إنه دعاني مختار فونت معين مثلا هذا أضيف A capital وأكمل الناس مثلا الإمام علي مثلا سيد الأوصية طبعا بعد ما كمننا الناس نجي إلى هذا حرف الأي ونغير الفونت إلى أبو ذر وهكذا وابنا عم النبي مثلا نكتب I small I small وهذه ال I small نقدر نغيرها من خلال نختار خط أبو ذر أوتوماتيكيا راح تتغير من I small إلى صلى الله عليه وآله وسلم ومن عليه السلام أو من أي capital إلى عليه السلام طبعا نقدر نضيف هذه الرموز على شكل اختصارات في حال إنه إذا كان استخدامنا لهذا الرموز بشكل كثير وكبير يفضل أن نستخدم الرموز للسرعة طبعا حتى نضيف أو نخصص الرموز والاختصارات على هذه الرموز طبعا من خلال إدراج ورمز والمزيد من الرموز طبعا نختار من هذا الخيار خط أبو ذر راح نلقى بالبداية أبو ذر وطبعا ممكن أنه نصعد بالأعلى مثلا هذا الخيار اللي هو عليه السلام نختاره وبعدها نختار مفتاح اختصار طبعا يفضل أنه مفتاح الاختصار يكون غير محجوز يعني مثلا مو أختار كونترول اس كونترول اس محجوز للحفظ ولا كونترول دبلو للإغلاق ولا كونترول سي لنسخ كونترول في لسخ وهكذا نختار مثلا ألت ودي مثلا ألت ودي يقبل البرنامج ألت ودي راح البرنامج يستقبله بعدين نختار تعين بعدين إغلاق بعدين إغلاق لما نأجي بهذا الخيار أضغط ألت ودي أوتوماتيكار راح يضيف لي عليه السلام في أي مكان ألت ودي للسرعة في حال لو أردت أضيف صلى الله عليه وآله وسلم نفس الطريقة من إدراج رمز المزيد من الرموز ونختار الفونت أبوذر بعدها نصعد بالأعلى ومثلا نختار صلى الله عليه وآله وسلم نشوفه في أي مكان موجود مثلا هذا الاختيار نختار مفتاح الاختصار ونقول ألت و أف مثلا تعين طبعا يفضل أنه وي الألت أي حرف إنجليزي راح يستقبل البرنامج لأن المجموعة ألت مع الأحرف غير معينة مسبقة ويستقبلها البرنامج في الاختصارات الجديدة بعدها بعد ما يعني عيناها تعين إغلاق إغلاق لما نأجي ألت و أف راح يضيف لي ألت و أف راح يضيف لي صلى الله عليه وآله وسلم ألت و دي راح يضيف لي عليه السلام وهكذا أقدر أنا أضيف الرموز بطريقة الاختصار ألت و أف ألت و دي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة